بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير جميعا سأبدأ بقراءة بيان مكتوب ثم أجيب عن أي أسئلة لكم حول الموضوع تابعت الأجهزة الأمنية عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ودائرة المخابرات العامة ومدرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره ورصدت التحقيقات تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ ورفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله لإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره لكن جلالة الملك حفظه الله ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف وتستغل للعبث بأمن الأردني والأردنيين وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها وما تزال هذه الجهود مستمرة لكن بالنهاية أمن الأردني واستقراره يتقدمان على كل اعتبار وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهما وبالأمس التقى رئيس وهيئة الأركان المشتركة بسمو الأمير حمزة لإيصال هذه الرسالة له وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره غير أن سموه لم يتجاوب وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه وأود أن أشير هنا إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق كما توصلت هذه التحقيقات إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار وتحقيقا لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية وتوازى ذلك مع نشاطات مكثفة لسمو الأمير حمزة خلال الفترة الماضية للتواصل مع شخصيات مجتمعية بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني وأفادت التحقيقات الأولية أيضا بأن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته وكشفت التحقيقات أن سمو الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة به في الساعة الثانية بعد ظهر أمس أي في الساعة الثانية واثنين وعشرين دقيقة تحديدا بإرسال تسجيل صوتي للقاء له وأرفقها بتسجيل صوتي آخر في محاولة منه لتصعيد الموقف وتم إرسال هذه الرسائل في اليوم الذي كان يخططه فيه باسم عوض الله لمغادرة الأردن وقام سمو الأمير حمزة بعد ذلك ببث رسالتين مسدلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق والاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي وبما يعكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة والمتضمنة التحريضي والعمل على تجيش المواطنين ضد الدولة بما يمس بشكل غير مقبول بالأمن الوطني كما أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة يوم أمس في تمام الساعة الثالثة وخمسة وخمسين دقيقة يضع خدماته تحت تصرفها ويعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي وهذا يمثل مؤشرا آخرا على تورط جهات خارجية في النشاطات المشبوهة التي تم إفشالها حماية لأمن الأردن وحماية لاستقراره التحقيقات ما تزال مستمرة وسيتم التعامل معها وفقا للمسار القانوني وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق ونتائجه بكل شفافية وبكل وضوح نؤكد هنا على أنه تمت السيطرة بالكامل على هذه التحركات ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وعدها في مهدها أمن الأردن مستقر وثابت بوعي شعبنا الأبي وحكمة جلالة الملك حفظه الله وتفاني أجهزتنا الأمنية حفظ الله أردننا الشامخ وسأجيب عن أي أسئلة لكم تفضل مساء الخير ضياد طلاف حالاء أخبار معليك أنت تحدثت عن جهات خارجية تقوم بالتواصل مع الأمير حمزة هل هي الجهات الخارجية هم أفراد أشخاص أم هم على مستوى دول وفي حال كانوا على مستوى دول هل سيتهم اتخاذ إجراءات مع هذه الدول وشكرا كما قلت التحقيقات ما تزال مستمرة لن نكشف عن تفاصيل التحقيقات في هذه المرحلة ما قلت هو أنه كان هناك اتصالات مثبتة مع جهات خارجية وعندما يكتمل التحقيق سنقوم بنشر تفاصيله بكل وضوح وشفافية تفضل مساء الخير مع الوزير أنا محمود التراونة من جريد الغد مع الوزير كم عاد الأشخاص المتورطين في مثل هذه القضية وهل هناك تمويلات مالية رصدت بهذا الخصوص؟ شكرا الأشخاص الذين تم اعتقالهم أمس أعتقد ما بين 14 إلى 16 شخص بالإضافة إلى باسم عوض الله والشريف حسن مرة أخرى عن التفاصيل سيتم نشرها التحقيق ما يزال مستمر الثابت هو أن هناك محاولات لزعزعة أمن الأردن واستقراره الثابت أن هذه المحاولات كانت تنسق مع جهات خارجية الثابت أن هذه التحركات تخرق أمن الوطن والثابت أن أمن الأردن واستقراره تقدمان على كل اعتبار والدولة تحركت بفاعلية أوقفت هذه التحركات في مهدها حمت أمن الأردن حمت استقراره والمسار القانوني سيأخذ مجرعه تامر اسمادي قناة الجزيرة معالي الوزير أريد أن أسأل عن مصير الأمير حمزة بعد هذه المعلومات التي قدمتها واحد اثنين هل هناك متورطون شخصيات على رأس عملها داخل الدولة الآن داخل أجهزة الدولة في هذه الأثناء والسؤال الآخر الذي سأله الزميل قبل قليل إن كانت هناك دول معينة أو أجهزة أمنية معينة متورطة في هذه العملية التي تحدثتم عنها شكرا فيما يتعلق بسم الأمير حمزة أنا أشرته في البيان المكتوب بأن ثمة جهد يتم الآن لمحاولة التعامل الموضوع في إطار الأسرة الهاشمية لكن في النهاية القانون فوق الجميع أمن الأردن واستقراره فوق الجميع وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن الأردن واستقراره ولضمان سيادة القانون على الجميع فيما يتعلق بالشخصيات التي تم اعتقالها أشرت إلى أنه تم اعتقال شخصيات ضمن الدائرة المحيطة بسمو الأمير بعضهم يعمل بعضهم غير عامل بالنسبة إلى تفاصيل أخرى حول التحقيق كما قلت التحقيق ما يزال في بداياته لن نكشف تفاصيل كثيرة الآن لكن عند اكتمال التحقيق سيتم كشف كل التفاصيل نحن نتحدث بشفافية نتحدث بوضوح تعاملنا مع الموضوع من اللحظة الأولى بشفافية أعلننا عن كل المعلومات المتوفرة أعلننا عن كل الإجراءات التي اتخذت وسنستمر في هذا النهج نتحدث بشفافية نأخذ الإجراءات القانونية اللازمة نحمي الأردن نحمي أهمل الأردن ونحمي استقرار الأردن ونفرض سيادة القانون على الجميع تفضل يطيق العافية جميعا محمد الفائز من قناة المملكة ما عليك نتحدث عن العملية التي بدأت يوم أمس هل ما زالت مستمرة هل سوف يكون هناك اعتقالات لمزيد من الأشخاص خلال الفترة القادمة نتحدث عن العملية الاستخبارية والأمنية هل كانت تم دراستها منذ وقت ماضي أو فقط كانت يوم أمس أثناء فترة الثلاثة إقراءات شكرا أعتقد كما قلت في بداية البيان ثمت تحقيقات مكثفة حديثة قامت بها الأجهزة الأمنية مشتركة هذه التحقيقات استمرت على مدى فترة طويلة بالأمس تم رصد تحركات كان يجب التعامل معها أوصت الأجهزة الأمنية البدء بهذه الإجراءات تم اتخاذ كل الإجراءات ضمن القانون تم التعامل معها ضمن السياق الأردني التاريخي في العدل في التراحم لكن أيضا السياق الأردني التاريخي في الحزم عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن واستقراره وأمن شعبنا الأبي فبالتالي التحقيقات ما تزال مستمرة هذه تحقيقات متعلقة بقضية تمس بالأمن الوطني ستأخذ مجراها وعندما تنتهي سنعلن نتائجها بالكامل لكن إشارة إلى أو زيادة على ما قلته لك حول سؤالك التحقيقات مستمرة منذ فترة كان هناك متابعة حثيثة عندما رأت الأجهزة المختصة أن كان هناك اتصالات تناقش التوقيت الأنسب للتحرك متى يتم التحرك وبالتالي باتت القضية انتقلت من مرحلة النواية والتخطيط إلى مرحلة الحديث عن تواقيت قامت الأجهزة الأمنية بدورها بكل كفاءة وبكل اقتدار وأدت هذه الفتنة في مهدها وتعاملت معها وفق القانون حاصرتها وانتهت لكن التحقيقات مستمرة وأؤكد مرة أخرى أن أمننا مستقر أمننا راسخ ونحن مستمرون بالحديث بشفافية حول هذا الموضوع تفضلي رانيا الجعبري مراسلة وكالة سبوتنك الروسية بعمان أنا كنت بدي أسأل هل ساعدت دول خارجية الأردن في هذه العملية الاستخباراتية؟ هذا هو السؤال ما سأقوله أنه التقى هدفان هدف لأشخاص ينفذون أجندات لزعزعة أمن الأردن واستقراره وضرب دوره الرئيس في المنطقة مع أوهام وطموحات تم هذا التلاقي وبدأ العمل ضمن هذا الإطار تم محاصرة هذه التحركات تم إيقافها وتم حماية أمن الأردن أعطوان أنا أسفة بس أنا سؤالي هل دعمت دول أخرى الأردن في هذه العملية الاستخباراتية التي قامت بها لتشكل محطات؟ لا لا المرة أخرى هذا جهد قامت به أجهزاتنا الأمنية المشهود لها بكفاءتها وقدرتها وتعاملت مع الموضوع منذ بدايته بحرفية وأوصلته إلى النتائج الحاسمة التي وصلت إليها ما قامت به الدول الصديقة والشقيقة هو ما رأيتم من مواقفها عبروا عنها جميعا في تثمين دور الأردن والحرص على أمن الأردن واستقراره وإسناد كل القرارات التي يقوم بها جلالة ملك عبدالله وتقوم بها الدولة من أجل حماية أمنها واستقراره مساء الخير تحدثت مع عليك عن بعض الجهود لإبقاء الأمور في إطار العائلة المالكة في الأردن ولكن هل من الممكن أن يواجهها الأمير حمزة محاكمة؟ هذا السؤال الأول السؤال الأخر إذا سمحت لما هي حلقة الوصل بين باسمع وظلة والشريف زيد بن حسن إذا سمحت شكرا شكرا بداية كما قلت توجيهات جلالة الملك بعد أن استلم التقرير الأمني المشترك والذي أشار إلى تحركات تستدعي التعامل معها ارتأى جلالة الملك في إطار التاريخ الأردني في التعامل مع الأمور بما يحقق الهدف بحماية الأردن أن يتم التعامل معها في إطار الأسرة الهاشمية لكن كما قلت أمن الأردن واستقراره هي تقدمان على أي شخص وعلى أي تبار وسيتم التعامل مع هذا الموضوع بما يضمن ويحقق أمن الأردن واستقراره بالنسبة إلى العلاقة بين باسم عوظلة والشريف حسن هناك تواصل مشترك بينهما وهناك تواصل بينهما وبين سمو الأمير وهذا ما أشارت له كل التحقيقات لكن كما قلت لن أخوض الآن في تفاصيل التحقيقات ما أريد قوله بأن بمرة أخرى كان هناك جهد يستهدف الأردن وأمنه واستقراره تم إحباط هذا الجهد وتم التعامل معه في إطار القانون وفي إطار التاريخ الأردني والسياق الأردني في التراحم والعدالة وأيضا في الحزم عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن واستقراره تفضل مساء الخير اسمالي السيلاوي القناة رؤية هذه الجهود التي قلت عنها كانت تستهدف أمن الأردن هل أيضا كانت تستهدف أو كانت أو أحد الأشخاص الملقى القبض عليهم كان يحاول بيع وتسريب الأراضي في القدس الشريفة كما تم تداول أخبار أم أنها فقط الشبكة فقط كانت تعمل ضمن حدود المملكة أردن هاشمية كما قلت التحقيق سيكشف الحقائق ما قلته أن هناك من وظف الأمنيات والأوهام لخدمة أجندات منطلقة من هدف زعزعة الأردن واستقراره والتصدي وإضعاف موقف الأردن الثابت إذا قضايا رئيسة في المنطقة لكن ستنشر التفاصيل عندما تستكمل بشكل عام مرة أخرى كان هناك أمنيات كان هناك أوهام وكان هناك أشخاص استغلوا ذلك وحاولوا أن يوظفوا كل ذلك من أجل خدمة أجندتهم التي أرادت أن تضرب الأردن أن تضرب استقرار الأردن وأن تضرب دور الأردن فيما يتعلق بقضايا رئيسة في المنطقة ربما نأخذ سؤال الأخير تفضلي يعطيكم العافي نيفين عبدالهادي من جريد الدستور معاليك بدنا مؤخرا نسمع كثيرا عن ما يسمى بجسم يسمى بالمعارضة الخارجية وقد تكون هذه مختلفة تماما عن ثقافتنا نحن الأردنيين ماذا يعد الأردن للتعامل مع المعارضة الخارجية التي بدنا نسمع عنها هل هناك أسماء سيتم القض عليها وأحضارها للأردن بتهمة أكيد موجودة ومعدة بهذا الإطار وكيف تقرؤون معاليك وأنتم وزير الخارجية نظرة العالم للأردن في هذه الإشكالية الداخلية أو العائلية كيف تقرؤون هذه الفزع العالمية والعربية بداية فيما يتعلق بما يسمى بالمعارضة الخارجية الأردن دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة قوية ودولة قادرة وتتعامل مع أي شيء يخرق القانون الأردني ضمن الأدوات القانونية وقادرة على أن تحمي أمن الأردن واستقرارها